السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وأهلاً وسهلاً فيكم بالحلقة التاسعة من سلسلة تقنية خرافية اللي رح تكون عن تقنية خرافية تحت المئتين دولار وبنبدأ هالفيديو مع منتج من شركة كينغستون اللي هو الداة ترافلر الفين اللي هو عبارة عن فلاش درايف ولكن الفرق فيها أو اللي بميزها عن كل شي ثاني شفته لحد الآن هو إنها إنكريبتد عن طريق الهاردوير أو مشفرة عن طريق الهاردوير وليس عن طريق السوفتوير فقط فمثل ما أنتوا شايفين في عليها كيباد اللي بتسمح لك أنك تقوم بإغلاق الفلاش نفسها وتشفير الملفات اللي بتكون موجودة عليها عن طريق إدخال رقم سري فبإمكانك أنك تخلي عليها ملفاتك الخاصة إن كانت تستخدم جوازاتك أوراقك المالية كل هاي الأمور بدون ما حدا ثاني يقدر يوصلها لو في حالة لا سمح الله ضاعت منك هالفلاش وأيضا بما أنه عندنا هنا الإنكريبشن على الهاردوير فبإمكانك أنك تستعملها مع أي جهاز في منفذ يو اس بي وليس فقط مع ويندوز على عكس بعض الأجهزة الأخرى المشابهة المتوفرة فبإمكانك أنك تشغلها على ماك تشغلها على لينكس أو حتى أنك تشغلها على أندرويد وتحفظ كل ملفاتك بشكل مغلق وآمن منفذ اليو اس بي اللي موجود عندنا هون هو 3.1 ولكنه الجيل الأول اللي هو تقنيا نفسه 3.0 بحيث نهون نتكلم عن سرعة كتابة تساوي تقريبا 190 ميجا بايت وسرعة قراءة بتوصل لـ 150 ميجا بايت انتقالا للمنتج التالي اللي هو الـ Gear Fit 2 من شركة سامسونج اللي هي تحديث على السوارة الرياضية اللي سامسونج أطلقتها قبل ما يقارب السنتين فينا كثير من الأمور الجديدة الآن الساعة أصبحت ضد المي بحيث أنه ما عندك مشاكل لو جعلها ماء نهائيا ما عندك أي مشكلة الساعة نفسها مواصفاتها أصبحت أعلى في عندك الآن ذاكرة داخلية بإمكانك أنك تخزن عليها موسيقى علشان تستخدمها مع سماعة بلوتوث وتترك جوالك موجود بلايت وتطلع تجري وأيضا في عندك هنا GPS علشان تتبع كل هالأمور أنه تكون تقدر تخزن مواقع اللي ركضت فيها أو المنطقة أو الراوت اللي سلكته أثناء الركض كل هالأمور تقدر تعملها من نفس هاي الساعة وفي عندك أيضا الكثير من المواصفات الذكية بحيث أنه الآن بما أنه الساعة أصبحت متوافقة مش بس مع أجهزة سامسونج بل مع كل أجهزة الأندرويد بإمكانك أنك تستعرض التنبيهات اللي بتجيك على جوالك مباشرة من الساعة عمر البطارية إذا طفيت الجي بي أس راح يكون ما يقارب الأربع أيام ولكن مع الجي بي أس من يوم إلى يومين بالكثير ولكنها بشكل عام ساعة جدا ممتازة خصوصا بالنسبة لسعرها انتقالا للمنتج التالي بعرفكم على الفايو E18 اللي هو عبارة عن بورتابل أمبليفاير اللي هو الأخ الأكبر لأمبليفاير ثاني تكلمت عنه في بداية تقنية خرافية أو كانت أعتقد حلقة واحدة أو اثنين اللي الوظيفة تاعته أنه يقوم بيأخذ إشارة الصوت اللي طالع من جوال أو من لابتوب أو من أي جهاز ويقوم بتضخيم هاي الإشارة علشان يشغل سماعاتك بشكل أفضل ففي حالة كنت تستخدم إما السماعات اللي يجوا مع جوالك أو كان في عندك سماعات احترافية مثل Audio Technica M50X أو حتى سماعات مثل Hi-Fi Man بإمكانك أنك تشغلهم بشكل جدا خرافي من ناحية الفرق كقوة صوته كعليو من ناحية البيس كل هاي الأمور راح تفرق معك بشكل كبير في إنه هنا بطارية داخلية ساعتها 3500 ملاب اللي بتسمح لك أنك تشغل هذا الأمبليفاير ويكون بس حاطه في جيبتك جنب الجوال ومورك بتكون تمام أو بإمكانك أنك تشحن جوالك عن طريق البطارية اللي بتكون موجودة عندك في الداخل وإذا كنت حاب تنتهز الفرصة هذا الأمبليفاير حاليا عليه خصم 30 دولار على سماعاتك أما لو كنت جدي أكثر من ناحية الصوتيات فهذا الأمبليفاير راح يكون أنسب لإلك اللي هو ال Hi-Fi Man EF2C اللي هو عبارة عن توب أمبليفاير والفكرة في التوبس هون نفس وظيفة الترانزيسترز إنها بتقوم بأخذ درجة الصوت أو موجة الصوت اللي قادمة وبتقوم بتضخيمها لتعطيك أداء أفضل من نفس السماعة ولكن الجميل في التوب أمبس بشكل عام إنها بتعطيك درجة صوت نوع ما أدفأ من ناحية الترددات أو إعادة توليد الصوت نفسه على السماعة هالكلام راح تلاحظوا إذا استخدمتها لفترة طويلة مقارنة بالأمبليفاير الطبيعي اللي بتستعمله دايما ولكن مثل ما أنتم لاحظين هالأمبليفاير مصمم إنه ما يكون متنقل فلازم تكون شابكو بالكهرباء بإمكانك إنك تشبكو مع الديفيدي بلاير أو حتى على الرسيفر أو على الكمبيوتر تاعك علشان تستخدم مضخمات الصوت اللي عندك أو سماعات الاحترافية بشكل جدا جميل ومن ناحية الشكل والمصنعية فهي جدا ممتازة مثل ما أنتم شايفين وأجهته من المعدن وصراحة شكله جدا جميل على مكتبك وأيضا إذا كنت حاب أنك تدخل بعالم التوب أمبليفاير فهذا يعتبر من الأمبس اللي نوعا ما رخاص مقارنة بالأشياء الشوي سيريس أو بروفيشنل أكثر اللي أسعارها بتتراوح بألاف الدولارات صراحة فهذا سعره مقارنة بالتجربة اللي رحيطيك إياها شي جدا رائع انتقالا لآخر منتج على هاللائح اللي هو عبارة عن بنك طاقة من شركة اسمها تشارتك واللي بيجي بسعة 27 ألف ملآمب حرفيا أكبر بنك طاقة استعملته حجما وسعة فهون في عندك طاقة ضخمة جدا صراحة في هالبنك وحجمه مش صغير أطلاقا مقارنة بأي شي ثاني بتحطه جنبه ولكن مش هذا هو الشي المميز في بنك الطاقة فهون غير منفذين الـ USB اللي موجودين عليه اللي كلهما بيشحن لغاية 2.4 أمب في عندك منفذ AC طبيعي بيسمح لك انك تستخدم اي شي عندك بالبيت عن طريق البنك هذا فبإمكانك انك تشبك عليه كهرباء عادية نفس اللي طالعة من الحيط بتقدر تشحن لابتوبك بتقدر تشحن كاميرا بتقدر تشغل ثلاجة صغيرة نوعا ما ولكن اذا كبر الاشي كتير وصار سحب الواتج تاعه عالي البنك الطاقة مش راح يستحمل وراح يفصل ولكن مش راح ينفجر ما تخافوا بس بشكل عام اغلب الامور الطبيعية اللي بالعادة بتحتاج لشاحن كهرباء او انك تكون شحطتها في الحيط مباشرة بإمكانك انك تشغلها عن طريق بنك هذا الطاقة ومقارنة بباقي بنوك الطاقة اللي فيها منفذ كهرباء خارج مثل هذا حجمه صغير نعم معرف انه بقد البلاطة ولكن مقارنة بالامور الاخرى اللي شفتها صراحة حجمه جدا ممتاز بهيك بنكون وصلنا الى نهاية هالفيديو روابط لكل المنتجات اللي تكلمت عنها راح تكون موجودة في صندوق الوصف بالاضافة لأسعارها وطريقة الشراء كل هاي التفاصيل راح تكون موجودة بالاسفل ايش اكثر منتج من اللي شفتوه في هالفيديو اعجبكم اكثر اشي شاركوا رأيكم معنا في قسم التعليقات بالاسفل وما تنسى تعملنا لايك وشارك الفيديو اذا اعجبك ان شاء الله راح يكون فيه كثير من سلسلة تقنية وخرافية قادم قريبا وان شاء الله التفاصيل راح تكون قادمة باذن الله قريبا ايضا فتابعني على شبكات التواصل الاجتماعي اللي روابطها موجودة بالاسفل للتحديثات عنها الموضوع اول باول هذا كان كل ايش لها الفيديو ان شاء الله يكون الفيديو اعجبك كان معكم صلاح حامد في امان الله